روسيا تستشرس في هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية والرئيس الأوكراني يناديه الباتريوت الآن وليس غدا فمن يلب النداء؟ الباتريوت غير متوفرة في واشنطن نداء جديد زيلنسكي يطالب بتزويد بلاده بدفاعات جوية وتسليمها فورا وبسرعة بعد الهجوم الروسي على قطاع الطاقة الأوكراني خلال الساعات الماضية زيلنسكي قال أن كييف بحاجة إلى كميات كافية من الدفاعات الجوية والأسلحة الأخرى لحماية مدنها والانتصار على خط المواجهة قطاع الطاقة الأوكراني تعرض لهجوم روسي شرس بالصواريخ استهدف البنية التحتية للطاقة في البلاد فيما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 21 صاروخ من بين 34 أطلقتها روسيا ضد أهداف أوكرانية إلا أن الرئيس زيلنسكي للأسف لن يجد من يلب النداء الأمريكيون ليس لديهم ما يكفي من فائد بطاريات باتريوت لدعم كييف فهم يحتاجونها لحماية جنودهم المنتشرين في العالم يتم الآن نشر أنظمة الباتريوت الأمريكية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط لحماية قواتنا إذا تمكننا من إطلاق المزيد من بطاريات باتريوت فسنرسل إليهم تعزيزات إضافية للدفاع الجوي ولكن في هذه الأثناء ما سنفعله هو العمل مع الشركاء الأوروبيين والشركاء في أجزاء أخرى من العالم لدفعهم على توفير قدرة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا وسنفعل ما يمكننا القيام به لحماية سمائنا من الصواريخ التي تنهمر على المدن الأوكرانية سواء كانت صواريخ روسية أو صواريخ كوريا شمالية كان هذا جيك سوليفن مستشار الأمن القومي الأمريكي يعترف بأن واشنطن تضغط على حلفائها تحديداً الأوروبيين لتقديم بطاريات الباتريوت لأوكرانيا فأوكرانيا تحتاج بين 8 إلى 10 بطاريات والدول الأوروبية عندها حوالي 100 وجميعها مترددة حول مسألة أعطائها لأوكرانيا تحسباً لحرب مستقبلية قد تحتاج فيها هذه الدول للدفاعات الجوية فما هي هذه المنظومة الدفاعية الباتريوت؟ منذ اليوم الأول للحرب في أوكرانيا والرئيس الأوكراني يلاح بلا كلل للحصول من الحلفاء على مزيد من منظومات باتريوت للدفاع الجوي فما هي خصائص هذه المنظومة؟ ولماذا كل هذا الإلحاح الأوكراني بشأنها؟ منظومة الباتريوت واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً في ترسانة الولايات المتحدة هي منظومة دفاع صاروخي أرض جو مصممة للتصدي لأهداف تسير على مستوى مرتفع ويستند أساس عمل هذه المنظومة على المدى البعيد حيث تستطيع إصابة أهداف جوية على نطاق 160 كيلو متر وتستطيع الباتريوت من طراز باك 3 MSA إطلاق 16 صاروخاً يصل طول الواحد منها إلى 5 أمتار ويحمل رأساً متفجرة يزن 73 كيلو جرام تتألف المنظومة الواحدة من جهاز رادار متطور قادر على رصد نحو 50 هدفاً في آن واحد ومنصة إطلاق صاروخية بالإضافة إلى وحدة قيادة وتحكم ولكن في مقابل هذه الميزات يعد الوقت اللازم لنشر هذه المنظومة وتجهيزها من أبرز نقاط ضعفها إذ يحتاج تجهيزها في وضع القتال أو وضعية القتال لنحو 30 دقيقة بينما تشغيل المنظومة كاملة يستلزم نحو 90 شخصاً عاد عن ذلك فأن تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد تبلغ 3 ملايين دولار أي أنها تعادل مئة ضعف تكلفة المسيرات التي تستهتفها وأقرت واشنطن بنفسها بأن نظام الباتريوت مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية ولن يفيد أوكرانيا في التصدي للصواريخ الروسية المجنحة وبالتأكيد لن يكون فعالاً ضد المسيرات التي تحلق على علو منخفض ومع ذلك أوكرانيا ما زالت تصر على أن أكثر ما يلزمها لقلب الموازين في حرب السماء وتحقيق تقدم في المعركة هو منظومة الباتريوت فإذا حرب السماء في أوكرانيا دفعت روسيا للتركيز على استنزاف المنظومات الدفاعية الأوكرانية لأنها الأغلى ثمناً كما تبعنا فاعتمدت على استراتيجية إطلاق أسراب من المسيرات الإيرانية الشاهد لاستنزاف ذخيرة الأوكران كما حرصت على رصد مواقع البطاريات واستهدافها وهذا ما أكده وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو عندما أكد أن الجيش الروسي دمر خمس أنظمة باتريوت منذ بداية العام الحالي بيزنس إنسايدر تقول أن على أوكرانيا أن تتعامل مع حزمة المساعدات الأمريكية على أنها الحزمة الأخيرة ويقترح الخبراء أن تستخدم أوكرانيا المساعدات هذه أو الأخيرة لبناء دفاعاتها والتفاوض مع روسيا لمنع المزيد من الخسائر بما أن هناك احتمالية متدنية لإصدار مساعدات جديدة في المستقبل نتيجة الانقسام السياسي والانتخابات الأمريكية المقبلة التي يمكن بأن تؤدي إلى تعقيد مرور المزيد من المساعدات ويبدو أن الانتعاش التي ستقدمها حزمة المساعدات الأخيرة ما هي إلا ورقة أمريكية لشراء الوقت يمسكها بايدن لتثبيت صمود أوكرانيا لما بعد طوفان الانتخابات الأمريكية دعونا نرحب بضيفنا من كييف الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية بيتر زلماييف أهلا بكم معنا سيد بيتر في التاسعة اليوم أوكرانيا أمام معضلة التفوق الجوي الروسي إن كان من حيث الصواريخ الطائرات المقاتلة وأسراب الطائرات المسيرة فكيف يمكن لأي منظومة في العالم دفاعية أن تصمد أمام استنزاف روسيا لهذه البطاريات ما دامت متفوق الجو يجب أن ننسى أي احتمال لاستعادة أي أرض من الصعب جدا ابقى ثبات الخطوط الأمامية إذا كان هناك تفوق جوي للعدو ولذلك ما لم تتمكن أوكرانيا من الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-16 وبطاريات باتريوت كما قلتم في مقدمتكم لن يكون هناك أي إمكانية للفوز وبطبيعة الحال نعرف أننا نحصل على ما يكفي من هذه البطاريات لأننا نحتاج عشرين منها وبنسبة لمقاتلات F-16 لن نعرف متى سنحصل عليها لذلك الغرب بهذا التردد الذي يتسم به والقول بأنهم سيدعمون أوكرانيا ولكن بالمماطلة والتسويف أعتقد أن الكونغرس على سبيل المثال أدى إلى وضع محرج لأوكرانيا وهذا أدى إلى تدمير روسيا لبنية تحتية طاقية على شكل واسع وهذا جلب البؤسة لسكان الأوكرانيين وكذلك جعل الأمر صعبا بالنسبة لأوكرانيا على مستوى إعادة الإعمار لذلك نحتاج من الغرب أن يكون أكثر حسما ولا يهتم بخطوط حمر من بوتين يجب علينا أن نكون حسنين يا سيد بيتر على الغرب أن يكون حزما إلى متى يعني يا سيد بيتر أن يكون حزما إلى متى يعني تابعنا خلال العامين الماضيين حتى لو قامت هذه الدول بإمداد أوكرانيا بالسلاح لو قامت بإمدادها بمنظومات الباتريوت روسيا تقوم بتشريط هذه المنظومات والعطور عليها واستهدافها يعني ستعودون إلى نقطة أو المربع الأول في كل مرة رجاءنا عندما نتحدث عن اقتباس شويغو بأن روسيا دمرت خمس بطاريات هذا كلام غير دقيق وغير موثوق فإذا أين هي البطاريات؟ لماذا تطالبون بالمزيد إذا لم تدمر بطاريات الباتريوت؟ لماذا تطالبون بالمزيد إذا لم تدمر روسيا البطاريات؟ حسناً كان هناك تأكيد رسمي بأن بطاريا واحدة دمرت واحدة وليس خمسة ولذلك نحتاج صواريخ من أجل إسقاط تلك الهجمات التي تشن من روسيا وكذلك نحتاج حماية المدن غير المحمية الذي حصل هو أننا ليس لدينا ما يكفي من هذه البطاريات ولكن نحتاج إلى أزيد ولا ننسى أن هناك الكثير من البطاريات التي تستعملها وهناك أكثر من مائة بطاريات بطاريات في أوروبا إذن يمكن لأوروبا أن تقدمها أوروبا باعتقادك؟ أوروبا أنت تقول ونحن ذكرنا عندهم مائة بطاريات بطاريات أنتم تحتاجون عشرة إلى أقصى بحد عشرين هذا سؤال واجه للغاية أنا نفسي أطرح نفس السؤال دعيني أقول إن هناك ضغطا في هذه الدول بما في ذلك من جانب السكان في بعض الدول السكان يريدون من حكومتهم أن تتصرف بشكل أكثر حسما وسرامة لكن لا ننسى أن الوكلاء الروس أيضا يسعون للتأثير على حكومات هذه الدول وسكانها للأسف هناك استياء وفقدان للأمل بأن أوكرانيا قد تربح هذه الحرب وإذا سلمنا بهذا فإن روسيا هي التي ستنتصر سيد بيتر أذرني على المقاطعة لكن كان يستفيد من الوقت ويكون الحوار يعني كان يستفيد من الوقت أنا أقاطعك لأنه وأود أن أتوقف عند هذه النقطة بالتحديد الدول الأوروبية الآن تخشى على أمنها لأن الأمور وصلت لدرجة من التصعيد مع روسيا بلغت يعني ذروتها وهذه الدول الآن تتحسب لأمنها الذاتي وهذه من المؤشرات التي تدل على تمسك هذه الدول بمنظوماتها حسناً أحيل إلى ما حدث في 1938 عندما كان هتلر يطالب بتسوية حول تشيكو سلوفاكيا هو قال فقط سأخذ هذا الجزء الألماني تاريخياً ولن يحدث شيء آخر ولكن لنتذكر بريطانيا قالت حسناً دعونا نفعل ذلك لكن تتذكرون ما الذي حصل هل توقف هتلر في تشيكو سلوفاكيا لم يفعل ذلك وإنما توسع أكثر أعتقد أن بوتين مشابه لهتلر وقد يفعل أشيء نفسه لا يمكن أن نسلم له لبوتين أوكرانيا لأننا إن فعلنا ذلك سيذهب إلى مولدوفيا وإلى بولندا متى قال ذلك؟ متى قال بأنه سيذهب إلى مولدوفيا وبولندا يا سيد بيتر؟ يعني من باستطاعتها أن يتحمل تكلفات عامين من الحرب؟ يعني أنتم هكذا تقولون وتعتارفون بأنكم لم تستنجحوا باستنزاف روسيا يعني يجب أن تقرروا استنزفتم روسيا أو لا لأنه إذا لم تستنزفوا روسيا ممكن عندها أنه يكون منطقي حملة أوسع أو حروب خارج نطاق أوكرانيا ستكون هناك حروب أخرى حتما وإذا قال بوتين إنه لن يهاجم دول الناتو لافرب قال ذلك وبوتين أيضا نتذكر أنه قبل نحو سنتين كان بوتين يقول ليس لدينا أي خطة لغزو أوكرانيا وأن هذا كلام عبثي عندما كانوا إلى وحوبه تليء تبين أن هؤلاء الأشخاص بعيدون عن الواقع وكلامهم غير موثوق لا يجب أن يصدق ما يقوله بوتين ويمكن أن نثق بهم فهذا الشخص يعني إذا كان يريد أن يغزو الناتو ما الذي ينتظره بوتين ليغزو دول الناتو أنا لا أقول إنه في القريب المنظور سيغزو دول الناتو لكن حتما هناك مولدافيا حتما هي في خطته وكذلك شمال كازاخستان سيكون هناك مشكلات في أرمينيا ومع الناتو سيستخدم حروبا هاجينة لا يعني ذلك غزو مادي تقليدي وإنما قد يستخدم تكتيكات حاربية هاجينة من أجل تقويض الديمقراطية الأوروبية ويبط هناك ويدس جواسيس من أجل تخريب الانتخابات بطرق عديدة وكذلك يمكن أن يخرب أنبيب النفط والغاز وهناك الأشياء الكثيرة التي قد يرجع إليها بوتين لجعل حياة الأوروبيين بائسة وبطبيعة الحال هذا لا يعني صداما مباشرا حتى دول البلطيق قد تتدرر مما قد يفعله بوتين وخصوصا جنوب لتوانيا لأن هناك كالينجراد منفصل عن روسيا وقد يرغب أن يتصل بكالينجراد لذلك هناك بقعة هناك قد تصبح سخنة جدا عسكريا ولا ننسى أن هناك محطة نووية في بيلاروسيا وتهدد أوروبا لذلك هو يخوض كل هذه الجبهات شكرا لضيفنا من كيف الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية بيتر زلمايف